لبل حضراتكم المحاسب أسامة البخشوانجي رئيس مجموعة معالجة وعادة هيكلة الديون غير المنتظمة في البنك الأهل المصري تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة سنة 1984 وحصل على دبلوم الدراسات العليا سنة 2005 في جامعة القاهرة والماجستير من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا سنة 2007 وانضم للبنك الأهل المصري في شهر فبراير سنة 1987 واشتغل في الفروة وفتح الاعتمادات وخطابات الضمان الخارجية وفي سنة 1994 انضم لقطاع الاقتمان في البنك الأهل المصري وتولى منصب نائب مدير قطاع الاقتمان وترشح لرئاسة مجموعة معالجة وعادة هيكلة الديون غير المنتظمة سنة 2018 استراتيجيتنا النهاردة ايه؟ بان احنا نساعد أصحاب المشروعات ومحفظتنا كام النهاردة كام مشروع مولناه حجم التمويل قد ايه؟ رجعنا الانتاج القامع قد ايه؟ عملنا فرص بديلة بدل الاستراض قد ايه؟ لو مسكنا في قطاع التعويم يعني انا ممكن نقول لحضرتك يعني شوية يعني بيانات إحصائية مالية يعني احنا تقريبا في خلال السنتين اللي فاتوا ضخنا حوالي 4 و 3 من 10 مليار جنيه ل67 مصنع لأعادتهم للانتاج بعض منهم اعيد للقطاع المنتظم اعيد للقطاع ده كمة النجاح اه وحيحة ارباح كويسة جدا انشطة مختلفة متعددة يعني نقدر نقول صناعات غزائية مستلزمات طبية مصنوعات معدنية مشروعات سياحية استزراع سمكي صناعات هندسية ملابس منتجات بلاستيك منتجات معدنية البديل ايه؟ لو المصنع دي ما اشتغلتش اننا هستورد اننا هقصر على العملة هتغطع العملة وظيف هتتقفل أو تقل فهي من كذا لو حضرتك تبصي لها من كذا منظور مش بس منظور الانتاج واثروا بقى على البيئة الاقتصادية في البلد كلها هو ايه الفرق من المعالجة وعادة الهيكلة؟ هراج ترقص مجموعة المعالجة وعادة الهيكلة للديول؟ المعالجة انا بعالج مديونية وانا لما بجيلي الملف هو ملف غير منتظم او عميل غير منتظم عميل غير منتظم ده بكون من القعدة الاولانية معه نعرف كذلك ان هو عميل عيز يشتغل يعيز يحافظ على نشاطه يعيز يكبر نشاطه او انا بانصحه بكده انه نشتغل ويكبر نشاطه وكده في عميل عنده القدر على كده تعيز يكبر طموح طموح وفي عميل عايز يخلص من الدين التي عليه وفي عميل مش قاادر يخلص من الدين viene ومش عارف وفي عميل مش ناوي مش ناويắ� دفع على جمال يا دارس هنتكلم عليه لأن في شعرة معاوية ما بين المساندة والترهيب لما بنقعد مع العميل بنبقى عارفين أو من ورق ومن أحوال مصنع ومن الزيارة اللي بنقوم بيها والكلام ده كله بنوصل لمرحلة إحنا هنعمل إيه مع العميل ده فيه ناس تقول لك لو كان نجح في الأول كان نجح في التمويل التاني لا لا البيئة الاقتصادية بيئة ديناميكية متحركة فيها حدث كتيرة فيها تغيير لسعر الصرف فيه أوضاع اقتصادية دولية فيها كورونا فيها يعني يعني الصناعة مختلفة تماما في التقييم فديت في لها تأثارات سلبية فبتكون النتيجة أن البنك داعم بيغطيله الفجوة اللي حصلت دي نرجع بقى اللي مش ناوي ده اللي مش ناوي أكيد حراك في غرفة الإنقاذ دي بتحسه صح؟ اللي مش ناوي بنتكلم معاه حافظ على الاسم حافظ على الكيان البنك مش مستعجل على أنه يعني مش بيضغط عليك عشان النهاردة تدفع المبلغ دا أنا ممكن أجدوله على مدة طويلة ممكن أسوي معاك تسويات عينية لو عندك أصل من الأصول تقدمه يخفض الدين ممكن النشاط نفسه أصبر عليك دي له فترة سماح دي أخفض له سعر في عيدة يعني أدوات كتيرة أقنعوا بيها بحيث أنه أنت ليه عايز تبقى يعني خارج المنظومة متخلينا في المنظومة وأنا حتحمل معاك أنا ماشي معاك خطو خطو وحتحمل معاك في عملة كتيرة بتستجيب بتستجيب الجانب الأكبر بيستجيب يعني الأول بيبقى سلبي بيبقى هو قدام دين مش عارف يعمل في إيه فخلاص البنك يتصرف تعال خد مهداتك خد وحدات خد مهدات اللي انت مولتها خد المصنع خد طب أنا حاخد أمل بإيه يعني أنا حاخده أنا عايز أحفز على عمالة عايز أحفز على المصنع عايز تشغيل عايز حاخد دوا حاخد دوا أنا حطوم في مخازم بقى قردة يعني إنما هي الفكرة في إيه في إن أنا بحاول أعدل المصار أو الفكرة بتاعه إنه يعني مسألة إن انت تخلص من المدينة دي لها أكتر من طريقة أول البنك صبر معاك البنك صبر معاك في إطار يعني معقول مناسب يعني بحيث إنه إيه ما يبقاش هل ممكن حركة تنفذ عملية تشبيك ما بيني وما بين شريك يدعمني ويسندني آه بيحصل حضرتك آه من ضمن أدوات اللي هي ممكن تأوم مصنع من تعصره إنه ندخل المستثمر يتملك جزء من الأسهم أو يتملك حسب الشكل القانوني للمصنع يعني أو للشركة والمستثمر ده بيضخ ضخناء دي آه ويقوم المكان وتدعى الضوابط بين الشركين لأ هو الضوابط بين الشركين وطبعا اتفاق بينهم الاتفاق ده بيبقى تحت نظري يعني ببقى يعني شايفه إنما هي الفكرة في إنه الضوابط وكده هما بيتفق عليها طب ممكن حضرتك أقول لك أنا محتاج البنك يدخل لمصنع دي يعني محتاج محاسب قانوني يراقب الوضع آه فيه بقى بعض عدوا مجلس دارة من البنك ما انت حطت مليار مثلا آه فيه بعض أسباب التعصر ما بيبقاش مالي بيبقى التعصر نتيجة ضعف الإدارة المالية في المكان ضعف القطاع التسويق أنا وحطت فلوس وحضخ فلوس فممكن قوي أطلب إنه يبقى فيه مراقب مالي من البنك موجود في هيكل الشركة بحيث إنه بتدي مزيد من الطمأنينة وبتدي مزيد من الرقابة على الضخ اللي تعمل أكيد حضرتك عندنا ضمانات لمن يدخل هذه الغرفة آه صح ولا لا؟ تمام وعشان أضخ أموال معاك دي ده هو في مشكلة إحنا بقى ضماناتنا إيه؟ والله أنا بشوف أنا بمول إيه؟ أنا بمول رأس مال عامل بمول بضاعة بمول منتجات بمول آلات ومعدات ممكن التمويل اللي أنا بضخه يكون الضمانة بتاعته مثلا أنا بمول بشتري له خط الإنتاج جديد هعمل رهنة على خط الإنتاج ده كضمانة الضمانة حاجة مساعدة حاجة مسندة للقرار أو مسندة لل إنما ما هيش الأساس أول أساس الكشف له الشكل يعني هو الضمانة حتى إحنا ما بنجريش على التنفيذ على الضمانة أو الإجراء القانوني ضد العميل ويبقى ده الخط السهل اللي ممكن أخذ به حقوق البنك ولا بنجيب قريبه ويضمنوه ولا والدي يضمنوه لا 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 أنا بحاول بقدر الإمكان أخذ ضمانة عشان تبقى أولا العميل يبقى عارف إنه خط الإنتاج ده مش بتاعه لغاية ما يستدتمنه وفي نفس الوقت أنا برضو بدعم القرار بتاعي بيعني الحاجة اللي أنا أضخط لها ممكن تبقى ضمانة هي فستاتها أو باخد ضمانة رهن تجاري رهن عقاري رهن يعني المصنع بحيث إنه حيث حاجة تبقى مسندة للضخ يعني إحنا بندور على أي حاجة عشان نسنده صحي كده أه طبعا بلو